مع انتشار ظاهرة بيع شركات الأدوية وضعف الجانب الرقابي عليها يشتكي أغلب المواطنين من ارتفاع أسعار الدواء وتفاوتها بين سيدلية وأخرى اتصل في بعض مناطق محافظة النجف الأشرفة إلى ما يفوق ضعف أسعارها الطبيعية في مناطق أخرى في المحافظة الأدوية توصلنا بسعر الدولار الحالي وسعر الصرف الحالي اللي هو مرتفع فالأدوية كلها ارتفاع سعرها لكن المرضى اللي يعانون من مثلا الضغط أو السكري يحتاجون هذه العلاجات بشكل متواصل وبشكل مزمن وبشكل شهري فيضطرون انه يشتروها حتى مع سعرها المرتفع هذا اللي يعني دنواجها وديعانون أكيد بعضهم يحملون المسؤولية بالوقت اللي احنا ما مسؤولين احنا هماتين دنسدد للمذاخر بسعر الدولار وبسعر الصرف اليومي مطالبين بهذا الشي فيما أرجع أصحاب السيدليات الأهلية في محافظة النجف الأشرفة ارتفاع أسعار الأدوية إلى تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقية وكذلك عدم وجود رقابة على الشركات الدوائية أول متضررين هنا والمواطن الشغلة الثانية هنانا الطبيب والشركة أكل تفاق على المواطن هذا المواطن هو الضحية يجي لنا خطيئ لا حوله ولا قوة هذا الطبيب يشترك ويا شركة الأدوية أو الصيادلة على أنه تمشي لهذا الدوامات يطرعك مقابل السفر خارج العراق أو يمطيك موبايل من هذا الحديث أو يمطيك شغلة مقابل الأدوية أنه تمشي لهيارا وما يعرف هذا العلاج يفيد المواطن أو ما يفيده وأغلب اللي يجول هنا لناس بسطة ناس فقرة لا حوله ولا قوة ما عدى غير أنه صح تفاقدها الفقير يأثر عليه ارتفاع الدولار ارتفاع الأسعار بصورة عامة يعني بصورة عامة العلاج سواء غير العلاج كلها تأثر يعني تأثر تأثيرات جدا كبيرة على أهل الدخل المحدود يعني والناس الفقرة اللي ما عدها أكو ناس كسبة يعني دخلها كلش محدود جدا فيما أشار مواطنون إلى وجود اتفاقات لا إنسانية ما بين بعض الأطباء والصيادلة بتحميل نسبة من سعر الدواء إلى الطبيب بالمقابل يقوم الطبيب بإرسال مرضاه إلى السيدلية المتفق معها حصرا عن طريق الوصفة الدوائية المشفرة التي لا يمكن أن تقرأ إلا عن طريق صاحب هذه السيدلية المرسل إليها المريضة حصرا من النجف الأشرف معتزل عبودي زاكر وستي في